الحقيقة كانت لنا جولة في نهار هذا اليوم تمت بداية كان في صباح هذا اليوم إلى حي الانتصار للوقوف على مشكلة شحة المياه في شارع 30 بالتحديد حقيقة هذه المنطقة بعض الأفرع من الشارع الرئيسي المياه توصل إلى المنازل بشكل طبيعي لكن بعض الأفرع تعاني من شحة المياه في مواسم كثيرة من السنة كان من أسبابها وجود انسدادات في الأنابيب الفرعية حقيقة كلفنا الصيانة في ذاك القاطع عالجت المشكلة وتم إيصال الماء إلى كل المنازل الموجودة في ذلك القاطع لكن هناك مشكلة في كمية المياه بشكل عام في الجانب الأيسر من المدينة حاليا نعمد على توسعة الطاقة الإنتاجية والضخ لمشروع الساحل الأيسر بما يؤمن الحاجة ونأخذ في نظر الاعتبار الزيادة السكانية للمرحلة القادمة تم المناقشة مع معاونية الإعمار ومعاونية التخطيط لإدراجها ضمن الخطط القريبة إن شاء الله أما فيما يخص قضية الجسور فشغلنا الشاغل خلال هذه الفترة هو إكمال كافة الجسور الموجودة داخل مدينة الموصل جسر الثاني جسر الحرية واصلين مراحل متقدمة من المفترض أن تبدأ عمليات نصب القيردرات خلال شهر ونصف قريبا بعدها تبدأ عملية صب الديكسلاب نتوقع إن شاء الله في ظرف أقل من ستة شهر يفتتح هذا الجسر أمام السيارات حتى انخفف من قضية الاختناقات المرورية الموجودة على الجسور الجسر الثالث تم معالجة المشاكل التصميمية مفترض يوم غادي تقدم التصميم النهائي لغرض المباشرة في الجزء الأيسر من الجسر وكذلك خلال أيام قليلة قادمة سوف يتم تقديم كافة التصاميم فيما يخص القوس الحقيقة هناك بالنسبة للضيفة اليمنى الفضاء الصاقط القوس فيه جزء آي بيم مقطع حديدي ويغلف بالكونكريت سوف نكون على تواصل يومي مع الجهة المنفذة لغرض المساهمة والمساعدة لتقليل المشاكل وتذليل الصعابة وماما منه لإكمال المشروع خلال فترة وجيزة حقيقة هناك جذول توقيتات زمني متفق عليه تعاقديا لكن هذه التوقيتات حسب الاتفاق مع الجهة المنفذة سوف لا نلتزم بها نحاول أن نضغط مدة المشروع لإكماله بأسرع وقت أما فيما يخص الجسر الحجري الأخوان واصلوا إلى مراحل متقدمة المفروض خلال أسابيع قليلة يفتتح أمام المارة أما فيما يخص زيارتنا إلى بغداد الأسبوع الماضي الخميس الماضي كانت لقاء مع سفير التركي برعاية الأمين العام للمنزل الوزراء أستاذ حميد الغزي حقيقة الأستاذ حميد الغزي مهتم جدا حسب توجيهات سيد دولة رئيس الوزراء بقضايا الموصل على تواصل يومي معنا للوقوف على أهم المشاكل والاتصال بكافة الجهات المسؤولة في بغداد لتذليلها وحلها أمام الحكومة المحلية في نينو وأمامنا تم نقاش حول موضوع مطار الموصل سبق وأن تم الاتفاق من حيث المبدأ على مطار الموصل مع الفرنسوين حقيقة الفرنسية والحكومة الفرنسية كان مبدأ إعادة تعمار المطار بتقديم قرض بالإضافة إلى منحة لإكمال الدراسات حقيقة الأتراك قدموا عرض بالاستثمار زائدا الفترة الزمنية لإنجاز المشروع ما يقارب ستة شهر يعني بعد ستة شهر من تاريخ المباشرة يكتم المطار فهنا قضية القروض تثق الكاهل الموازنة الاتحادية فبالتالي صاروا رأيي أنه إذا كان العرض مقنع اللي قدموا الأتراك وهناك التزامات بإكماله خلال ستة شهر ممكن أن نفتح باب النقاش معهم للاتفاق معهم بصيغة الاستثمار بدل الذهاب إلى القروض الحقيقة الجولة الثانية جولة الفنية سوف تكون يوم الاثنين القادم ما بين سلطة الطيران المدني وسفارة تركية وشركات التركية اللي هي شركة كاليون المنفذة لمطار اسطنبول العظيم الجديد بالإضافة إلى الجهات الفنية من محافظة نينوة لغرض وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي الذي من المفترض أن يبت نذهب باتجاه الأتراك أم نبقى حسب الاتفاق الأولي مع الفرنسيين لأن الفرنسيين من المفترض أنه كان تكمل إجراءات كما المطار خلال سنة واحدة من تقديم رسالة اهتمام إلا أنه حصل اختلاف في التوقيت ذهبوا باتجاه 18 شهر من تاريخ استلام رسالة الاهتمام ويكون سنة من تاريخ إكمال التصاميم حقيقة نذهب مع من يقلل الفترة الزمنية ويقدم عروض مغرية أنه نروح بهذا الاتجاه الفرصة قائمة أمام الجميع ولا يمكن أن نفضل أحد إلى أحد إلا بما يخدم البلد ويخدم محافظتنا ويسرع من عملية إنجاز المطار شكرا جزيلا سيادة المحافظة مقلال بيعودكم في المدينة القديمة كيف وجدتموا الواقع الصحي والقديم المدينة القديمة يجب هي طبعا روح الموصل يجب التأني لكن التأني في عملية اعمار الموصل القديمة لا يعني ترك الأمور على ما هي عليه بعدم تقديم الخدمة حقيقة موضوع الخدمات في المنطقة القديمة المجاري مكتملة الماء جيد جدا ووضعي الكهرباء جيدة هناك بعض المعالجات خلال أيام تكتمل بشكل نهائي هناك افتقار إلى الجانب الصحي وبعض الطرق تحتاج إلى عملية تبليطة حقيقة تم إحالة الكثير من الطرق سوف يتم المباشرة بها من قبل شركات من أهل الموصل خلال فترة وجزية سوف نتابع هذا الموضوع يوم بيوم أما فيما يخص الخدمات الصحية تم الاتفاق مع مدريت الصحة لإنشاء مركز صحي متنقل داخل المنطقة القديمة وتوفير الكوادر الصحية سوف نتابع هذا الموضوع يوم بيوم لتقديم أفضل خدمة إلى أهلنا في المنطقة القديمة لضمان عودتهم وأن يكون حياتهم طبيعية يعيشوها ونعمل مع اللجنة التي تم تشكيلها لغرض الإسراع البت بموضوع المنطقة القديمة لغرض الشروع بيعادة إعمارها بشكل نهائي خلال فترة قليلة إن شاء الله الموضوع المنحة الكويتية تتعلق بالجانب الصحي هناك مستشفى 600 سرير تم الاتفاق على أن اللجن تتواصل عملها من خلال دكتور ماهر وكيل وزير المالية وكيل وزير التخطيط بالإضافة إلى الأخ الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق الإعمار للمناطق المحررة المفروض أنه خلال هذا الأسبوع تنتقل المرحلة إلى عملية الاتفاق بشكل نهاي على آلية تحويل المبالغ بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتنمية الحقيقة بحث موضوع مؤتمر الكويت بشكل عام وما هي المبالغ المستحقة سوف يتم متابعتها بشكل جديد من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية وصندوق الإعمار ترجمة نانسي قنقر